أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن البدء بإجراءات إنشاء المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي لحماية وضبط استخدام المواد النووية والإشعاعية ومكافحة تهريبها بعد أن أقر مجلس الوزراء نظامه الداخلي رئيس المركز المهندس فاروق لحياري قال في بيان صحفي إن المركز سيعمل على توحيد المرجعيات وتحقيق التكامل والتنصيق بين مختلف الجهات المعنية بالمواد النووية والإشعاعية على المستوى الوطني وأضاف أن المركز سيضع التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن النووي التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني بما في ذلك طلب المساعدة الخارجية عند الحاجة لمواجهة الأزمات والحوادث المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي